اشتركوا في القناة حتى اغاضت ميليشيا الحوث الارهابية التي باتت تمارس انتقائية في حق المدنيين بتنزيل اسماء من كشفات ضيران اليمنية والمغادرين من مضار صنعاء الدولي الى وجهات علاجية الميليشيا عممت قوائم اسمتها بالسوداء شملت اسماء سياسيين سابقين ومعارضين واعلاميين وضعتهم في قوائم الممنوعين من السفر في خضوة تتعارض مع اهداف الهدنة التي نصت على السماح للمدنيين بشكل عام للاستفادة من مضار صنعاء دون انتقائية قوائم بالممنوعين من السفر وضعها الحوثيون شملت كل اعضاء البرلمان الموجودين في مناطق صيدرة الجماعة الى جانب عدد من المسؤولين والاعلاميين غير الموالين للميليشيا وكذلك السياسيين المستقلين في مناطق صيدرتها وقد وصلت حالة المنع من السفر الى قضاع المال والاعمال بمنع مجموعة من رجال الاعمال فضلا عن منع ناشطين كانوا من ضمن المؤيدين لها في السابق وتعتقد الجماعة انهم غيروا مواقفهم وذكرت مصادر صحافية ان الحوثيين عمى معددا كبيرا من الاسماء خشية الهروب والانشقاق عن سلطتها في تضييق يتعارض مع اهداف الهدن الانسانية واستغلال من الحوثيين للاجراءات الانسانية في تحقيق اغراض سياسية غير محمودة العواقب وسبق ان منعت الميليشيا سفر الناشط الشرافي ضمن رحلة كانت متوجهة الى العاصمة الاردنية عمان كما منعت احمد الرازحي السكرتير الصحفي لصالح الصماد من السفر لاسباب يراها سياسيون بانها قد تكشف تفاصيل عملية مقتل الصماد وذلك بعد ان وصل الخلاف بين اجنحة الميليشيا الى المكاشفة وبروزها الى العلن الآن اشتركوا في القناة 첨ط